موسيقى بتعمل إحلال وتبديل لعدد من سفون الحربية الموجودة في المنطقة هتمر من خلال ميناء الأسكندرية في احتفال بهذه البوارج عندما تمر في مشهد لعلاقات جديدة بين مصر وروسيا لازم هذا المشهد أن نحن نلحظه بدقة طيب رجع لنا تاني اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري مساء الخير يا فن مساء النور والستاذ الأمير أهلا بك يعني روسيا تأتي بثقة لها إلى مصر وزير دفاع وزير خارجية وقبله رئيس جهاز مخابرات هل والأنباء على وكالات الأنباء الروسية تتحدث عن عرض لصفقات سلاح الخبير الروسي أو المحلل الروسي منذ قليل يتحدث عن استعداد روسيا لصفقات سلاح بأجل والسادات بأجل هل مصر مستعدة لتنويع السلاح؟ ده سؤال حضرتك هل مصر مستعدة لتنويع السلاح؟ نعم هل تأذني لي في البداية بس أحلل الحركة دي بسرعة؟ أرجوك تفضل أول حاجة يجب أن نعلم أن حركة الإدارة الروسية نحو أي دولة تأتي بالتسلسل المنطقي المعلوماتي الأول لازم يجي شخصية معلوماتية ثم الشخصية التي تجهز لكل الصفقات وكل التعقدات وكل المحاور هي شخصية وزير الخارجية دائما أما أن يأتي وزير الدفاع إذن هناك محاور ممكن تكون في الفكر الروسي تم التجهيز عليها نائيا واتخذ القرار بشأنها ولا يوجد فيها رجعة وهو دعم مصر عسكرية دي نقطة مهمة جدا جدا لأن عمر موزير الدفاع جاء في المراحل الأولى للتمهيد لزيارة رئيس الجمهورية ثم تأتي بعد ذلك رئيس الجمهورية في الفكر الروسي يأتي لتوقيع الاتفاقيات وكان يشغل هذا المنصب سابقا اللي هو السكرتير عام اللجنة المركزية اللي كان بيشغل هذا المنصب سابقا وكان يأتي دائما لتوقيع كل الاتفاقيات إذا نحن بصدد تسلسل منطقي بالفكر الروسي لإقامة علاقات كاملة مع مصر يصل لكل أبعاد الأمن القومي المصري بما فيها البعد العسكري والأمن دي نقطة عايزين الأول ننطلق منها النقطة التانية ودي الأهم هل مصر قادرة؟ نعم قادرة بدليل أن مصر نوعت السلاح أكثر من ثلاث مرات ولا يوجد جيش في العالم استطاع أن ينوع مصادر السلاح ويستوعبها أكثر من ثلاث مرات أو ثلاث مرات تقريبا إحنا بدأنا بالأسلاحة البريطانية منذ بداية وجود الجيش وبعد الأسلاحة الفرنسية ثم تحولنا إلى السلاح الروسي ثم تحولنا إلى السلاح الأمريكي وهنا ندمج بين أعثر سنتين في العالم الأمريكية والروسية بقدرات مصرية وأنا قاعد كل الشعب المصري أن الجند المصري والضابط المصري يستطيع أن يحقق معدلات غير مسبوقة حتى لدى أصحاب هذه المعدلات والأسلحة بأن يؤدوا عليها بمعدلات غير مسبوقة وهذا ما قرأه الأمريكان من علاقتنا العسكرية خلال الفترة السابقة سواء على مستوى منورة النجم الساطع أو على مستوى الزيارات الميدانية التي كانت تتم لمشاهدة بعض البيانات العملية لكن سيادة اللواء منذ السبعينات ومنذ نهاية السبعينات خلينا نقوله ومنذ منتصف السبعينات يعني منذ طرد الخبراء السوفيات من مصر منذ بدأ الرئيس الرحل السادات الاعتماد على الولايات المتحدة توقيع اتفاقية السلام المعونة وكل معظم سلاحنا أو صلح لي المعلومة إن كنت مخطئة معظم سلاحنا أمريكي الصنع قطع الغيار أمريكية الصنع المعونة 1.3 بليون دولار دي جزء مهم من تكوين الجيش المصري هل حضرتك بتقولي أن السلاح المصري بالفعل الآن منوع وأن دخول صفقات سلاح روسية ممكنة أنا بقول لحضرتك برضو على قناعة أخرى التواجد الأمريكي العسكري والتعاون الأسكري الأمريكي مع مصر كان يأتي على خلفية واحدة أن هذه علاقة على محور واحد أما المناخ الجديد الذي تنتهجه مصر أن مصر مفتوحة للجميع متزمة العلاقات مع الجميع فالعلاقات العسكرية مع روسيا لا تلغي العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة وعلى كل جانب أن يقرر وأنا متأكد شخصيا بقراءتي البسيطة أن كل الأطراف ستحاول أن تحرص على هذه العلاقة العسكرية ليه؟ لأنه لا يوجد بديل عن الكتلة الحيوية لمصر في هذه المنطقة ككتلة مهمة تستطيع أن تحقق مصالح كثيرة جدا 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 نقدر ندفع سيادة الليوة نقدر ندفع نقدر نشتري سلاح روسي هذا سؤال مهم جدا 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 أنا بقول لحضرتك ده يجيب عليه شعب مصر الزجرجة الأولى اللي لازم يتجه إلى الانتاج والعمل وتحسين الاقتصاد لأن إحنا لا نملك عصى صحرية النهاردة العالم كله مش حيديك سلاح إلا بفلوس إذا كانت روسيا قبلت التقسيط وهي لا تقبل هذا فده لغة جديدة تنم على حرص الروس على استصمار هذه العلاقات أن يتنزلوا عن الدفع الكاش ويتحولوا إلى التقسيط المبالغ فدي لغة جديدة بتنبئ بأن الروس حريصين على هذه العلاقة أما عن الجانب الأمريكي فأرجو أن يعقل الجميع أن واحد وثلاثة من عشرة مليار دي مش فلوس ولا قيم التي توزع عليها قيم عادلة لما نوزع واحد وثلاثة من عشرة التلت على التدريب والتلت على الخبرة وقطع الغيار والتلت على المعدات يبدأ التدبابة النهاردة بـ 25 مليون دولار الطيارة بـ 125 مليون دولار يبقى إزاي هل المعونة دي تكفي هذا خلونا عقلانيين إذن الأمور تقرأ بالحقائق ولا تقرأ بالعواطف بشكرك سيادة الليوح حمدي بخير